البقاء لله شد حيلك يا حسن شد على الله يا عم عزيز كان ابننا طول عمره كان من أحسن شباب الدار وأطيبهم الشيخ سلامة رحمة الله عليه كان دايماً يقول كده لكن حنعمل إيه قادي حال الدنيا الطيبين هم اللي بيروحوا عندك حق الله يرحمه كان أكثر من أخويا عشرة عمري وسنين كتير قوي مع بعض عمار قال لي أن موسى هو اللي وراء اللي حصل للطار تأكدتم المعلومات؟ آي عم تأكد وعشان كده نهايت في النجاح مش عامش من نغر لما أخد طار عزيز ورحمة محتاج حاجة؟ ببانا يخليك عمي لو أحتاجت أي حاجة أكلمك على طول خلي بالك من نفسك يا حسن اسمع أنا مش عايز الغضب يعمي عنيك عشان تعرف تخطط كويس للي حتعمله موسى حكم على نفسه بالأعدام ببانا يخليك عمي كله على الله تلقش ونعمة بالله السلامة عزم موسى 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 زعلت قوي يا عمار العزيز عاش طول أمره مسالم ومات بطن عزيزة العمر عشرة عمرنا أكتر من عشرين سنة عايشين مع بعض في مكان واحد موسى الله يرحمه قريصان أنا أنزل هيد إنها قاعد أعلي فيه وأجيب الودة من تحت الأرض لا يحيا أنا عايز حسن هو اللي يعمل كدا هو اللي ياخد طاره بيده دي امراته وصاحب عمره علومه أنا كلمته في التليفون قلت له أنا معاف أي حاجة يعزة أنت ما حضرتش الدفنة مع عمار لا للأسف كان عندي شغلانة كده برد تبلغ سغلانة ايه مفيش بحرق أراضي فلوس كاش عشان وفر السيولة وهنا وقعت اسم تزير برضو في الأزمة اللي احنا فيها أراضي ايه أراضي الإسماعيلية اللي عطري الصحراوي آه تمام تمام عديت عليك النهار دا يا عمو في المحل محمود قال لي أنت ما بقتش تنزل من ساعة مع ماد الله يرحمه مات آيو يا بنتي أنا أصلي بقيت أتعب شوية لا السنة بقى هنعمل ايه طب يا عمو مش عايزني أقوم عمل لك أكل ولا أي حاجة لا يا حبيب تتقميش نفسك شمس عملت لي كل حاجة قبل ما تنزل المهم أنت تطمينين عليك وعلى أحوالك عملا ايه ونوي على ايه اتمنى اليوم اللي شوفك فيه مبسوطة سالك كنت عملي وكنت مبسوطة أنا مع عمد تعطي عياتي لي يا بنتي وحين الله حبيبتك كفايا خلي عمدي يفرح بينا وبلمتنا حاضر يا عمو انت عارفة الحاجة الوحيدة اللي كان بيكرهها عمد في حياته العياط كنت متكدة من حكالي اه ايوة مين خليك يا عمو شوفه شوفي مين يا بنتي شاية الحاجة ذكر النجار مظبوط هو موجود موجود عمو فيه زابط بيسأل عليك ده هكيد من الصحابة عمد الله يرحمه جاي شقر علي خليه تفضل تعي لا تفضل تفضل يا ابني تفضل يا حبيبي حضرتك اللي حاجة ذكر النجار مظبوط يا ابني طيب حضرتك صاحب محل السلاح اللي في اخر الشرع ايوة طيب ممكن حضرتك تفضل معنا ليه يا ابني خير احنا فتشنا المحل انا فيه سلاح ممنوع سلاح ممنوع عندي انا طيب مش ممكن يا ابني مستحيل اكيد فيه سوء تفاهم طيب ممكن حضرتك تفضل طيب حضرتك اتكع الله انتي أمل يا بيت يا عمو اسبك ازاي بس هاجي معاك يا بنتي ما تقلقيش علي اكيد فيه حاجة غات تكلى على الله دي راحة يا ابناء غيره دون ماجي معاكم تفضل حبيبي ماضين عقدين النهاردة دول عيشي له قناة لمدة كام شهر الجاي زي ما يكون وشي حلو على القناة طبعا وشي حلو على القناة بس انا كنت عايز اسألك في حاجة يعني هو انا هكسب من القناة دي امتى يعني همسك فلوس في ايدي امتى شكلك يا مادام مايجي ما بتحبيش تضيعي وقت في الحياة ايه اخر عبارة عن وقت انا ابتدت دماغك تعجب وعشان كده هفاهمك الليلة بتبقى ماشية زي بصي باختصار يعني انتي كسبتي من العملية الاخيرة دي قرشي لو جيت تحطيهم في البنك هيسألوكي من اين لك هذا ساعتها يتوريهم العقود اللي بتنضيها القناة بتاعة الاعلانات اللي هي اصلا معمولة عشان كده بس يعني معظم الاعلانات اللي بتشوفيها بتبقى المنتجات يا اما خسرانة يا اما وهمية وطبعا بتبقى قيمة على منقمتها بكتير يعني ايه؟ يعني كل عقود الاعلانات اللي عندنا دي وهمية؟ ولا حاجة يعني؟ منظر؟ اه بضبط بس ده ما يمنعش ان في الحالتين الفلوس معاكي هو انتي فرق معاكي ازاي؟ ولا انتي كنت في فكرة ان القناة هتبقى مشروعة بجد وتكسبي منه؟ وليه لأ؟ قصدك ايه؟ قصدي ليه ما نغيرش الادارة كلها بتاعة القناة ونجيب ناس متخصصين ونخليها قناة بجد يتفرجوا عليها كل الناس هتكسبي كم يعني من القناة في الاخر؟ بصي انتي لو قرنتي اللي انتي بتكسبيه دلوقتي هتلاقي ان القناة مش مستهلة تعب اللي انتي عايزة تتعبيه عشانه انا عايزة اعمل القناة دي عشان بنتي البضاعة توصل في الزمان والمكان هتلتفقنا عليها وانا وعايزة لنسلمها من هاروم وانا وادهم عندنا الترتبات تانية هلي عملها ترتبات ايه؟ هنستنى البضاعة اللي هتجبه انا التويحية وادهم دلوقتي زمانه بيرتب العربيات اللي هتنقل البضاعة اكدت ان رجالك والواحد عرف هامل ايه؟ ما تلوق الشيح عبركة ما هي حاجة جنن برضو الزغط مكلمني ومأكدلي ان السلاح طلع من محل عم ذكري يعني ممكن اه ممكن ايه يوسف؟ انت تقصد بجد ان بابا بيعمل كده؟ انا مقلتش كده انت طلعت فيها كده ليه؟ انا خايفة اوي يا يوسف ايه دي بس وخلينا عرف نفكر طب ممكن يبقى محمود هو اللي عمل كده من وره عم ذكري؟ لا مستحيل محمود يعمل كده بابا هو اللي مربيه؟ الله وكده ما فيش حل تاني ما تزعلش مني يعني يا شمس يا محمود يا عم ذكري وبعدين احنا عايزين نعرف هنقول اللي الزبط اللي احنا رايحين له ده؟ انت ملاحظتش على محمود الفترة اللي فاتت دي اي سلوك غريب او موقف غريب؟ انا مش قادر افكر اهم حاجة ان بابا يطلع بالسجن تقلعيش انا هتصرف بابا مش هقدر استحمل السجن يا يوسف؟ يا سيدي قلتلك ما تقلعيش انا هتصرف وبعدين استجن للجدعية خلاص انا اسف كان قصدي هزر معيك يا انا عايزة عماد اخوية استغفاء ربنا يا شمس وبعدين يعني انا مكنتش قصدي ضايق باي كلام بقوله انا كان قصدي هديك يا تبلكش زنبي يوسف قطر خيرك على كل عاجة بتعملها بس عماد لو كان عايش ما كانش اي حاجة من دي ممكن تحصل هو عماد يعني كان هجهر القدر وبعدين والله العظيم ما هسيب عما ذكري والزوء اتمأكدلي كمان ان هو قعد عنده فترة في المكتب يعني بسيطة ان شاء الله يا رب ربنا يستعي يا ربنا يستعي عارف يا غريب انا صدقتك وفتحت باب قلبي للنصيب بعد ما حلفت اني عمري ما هفتحه لحد واصر وظن من حج اني اعرف عارف عارف تعرف اي اعيشها انت مين انت مين وحكايتك ايه عارف هقولك 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 على كل حاجة بس في وقتها هقولك على كل الجواية هقولك على كل الهم اللي شلتو من سنين وقال نفس المية على حد عشان قلبي وقال نفس المية على حد عشان قلبيه اشتركوا في القناة